نوه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نوه بما تشكله العلاقات مع الدول جنوب آسيا من قيمة استراتيجية على مختلف المستويات وأشرى سموه في هذا الإطار لدى لقائه وزير خارجية بنجلادش معالي السيد أبو الحسن محمود بالاهتمام بمواصلة تطوير نواحي التعاون والتنسيق مع بنجلادش وتنمية الأمكانيات والفرص في أفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين كما سعرض لقاء الذي حضره مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بقصر الإقضيبية سعرض جملة من التصورات الإقليمية والدولية معتبرا سموه أن تشكيل التحالف الإسلامي العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة خطوة همة في سياق التحركات العملية الجادة لحفظ الأمن والاستقرار والتصدي لأوجه الأيدلوجيات المتطرفة من جانبه عرب معالي وزير خارجية بنجلادش عن حرص بلاده على تقوية علاقاتها مع مملكة البحرين وتطلع إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون المثمر في كافة المجالات ترجمة نانسي قنقر